إسلام يعني إحنا شفنا أداء الزمالك الفترة اللي فاتت كان بصراحة منظم جداً ودقيق جيداً ده وبزكاء كمان ده تأثير جامز عليه يعني جامز كان خلى الملعب كده ندي الزمالك فيه لعيبة الزمالك مركزة جداً كان دايماً لما بيدخل فيهم جون في أول المطش كان بيفقدوا تركيزهم أصبحوا دلوقتي إن هم لأ بالعكس بيعيدوا ترتيب أوراقهم وبينظموا منافسهم مرة تانية شايف التشكيلة هتكون إزاي وشايف كمان جامز هو عارف إن كولر دلوقتي يعني كشف كل أوراقه خلاص عارف طريق لابه هيقدر يفاجأوا إزاي أو في البداية طبعاً لازم نقول إن على عكس كل التوقعات خالص أو على عكس الناد الأهلي الزمالك الأوبشنز بتاعته أقول إلا جداً على عكس الناد الأهلي عنده عنده سكواد مليان لعيبة شوية على الأقل ممكن يكون مش على قدر طموحات كولر ولكن في ند زمالك على العكس تماماً حرفياً أنت في كل مكان فيه لعيب بالعافية وفيه لعيب غاب أنت بتعاني بشكل مش طبيعي ودي المشكلة الكبيرة جداً اللي بوجهنات زمالك لازل نقول إن الراجل ده راجل خادع بشكل كبير جداً إن هو قدر فعلاً يحقق بطول كونفدراليا بالسكواد اللي معاه في ظل الأزمات والنواقص الكتير اللي معاه قدر يحقق السبر الأفريقي في ماتش صعب جداً قدام الناد الأهلي في ظل نواقص برضه في أماكن كتير حتى السكواد حتى البنش بتاعه معلش الكفاية اللي أنت تقدر تستخدمها كمدرب لازم نتفق إن ماتشات النوك أو الماتشات اللي هي خروج المغلوب أو الماتش بتاع البطولة الواحدة ده هي أسهل كتير من الماتشات اللي هي بتاع البطولات اللونج تيرم فعشان كده الراجل بيقدر يلعب على العامل النفسي بتاع العيبته بشكل كويس جداً وبيقدر يأهله بنفسها بشكل ممتاز جداً دي نقطة تحسب لجميز الفترة أخيرة دي حاجة رقم واحد حاجة رقم اثنين تعالوا بصر التشكيل هي بيعمل إزاي التشكيل مش هيخرج عن تشكيل ماتش برامتز أعتقد باستثناء غياب مصطفى شلبي حيلعب مكانه هل كونراد هل هل محمد حمدي فيه كلام كتير يتقال في النقطة دي هل ممكن شكبالة مثلاً يلعب رقم عشر ونصر ماهر يلعب ناحية الواحد فيه كلام كتير يتقال في الجزئة دي بس الاتفاق نفسه إن محمد عوادها يكون حرس المرمى اتنين سنترباكات أعتقد إن زيادك ماندوش غيرهم حسين عبد المجيد وحمزة المسلوسي حتى المسلوسي نفسه مش سنترباك في الناحية اللي مين هيكون عمر جابر بعد رجوع عمر جابر من الإصابة ومحمود بنتايك في الناحية الشمال نص الملعب هيعتقد يعني بنسبة كبيرة جداً هيكون محمد شحاتة على حساب زياد كمال زياد كمال في ماتش بيرامتز عمل ماتش الشوت الأول على غير الشوت الثاني تماماً الشوت الأول قررت بطيئة جداً والقرار نفسه ورد الفعل بتاع زياد كمال نفسه في التحولات كان صعب جداً ولكن الشوت الثاني لحد ما المستهى بتاعه وتحسن أكتر محمد شحاتة هو مش لعيب رقم 6 هو لعيب أكتر رقم 8 بيقدر يميل في المساحات الداخلية من ناحية الأطراف بس أعتقد إن هو مضطر إن هو يعمل كده محمد شحاتة أجريسف أكتر رد فعله سريع أكتر قوي في التدخلات في استرجاع القرى سريع جداً مع عبدالله السعيد ومع ناصر مهر النحية اللي مين هيكون أحمد ساد زيزو النحية الشمال دي اللي هيكون فيها مشكلة كبيرة جداً أنا حقول أنا لو إسلام النهار ده مكان جميز أنا حا ممكن ألعب بناصر مهر لعيب وينج وممكن ألعب بعمر فرج هو اللعيب رقم 10 ليه ناصر مهر ليه مش كبالة لأن حقيقة الماتش ده ما أحتاج مجهود بدني كبير جداً ده رقم 1 الرقم 2 أنت محتاج لعيب مصر مهر ما أعتقدتش أنه هو لعب في المركز الأبلي لا لعب مع جميزي في المركز ده آه لعب في مهر في فترة كبيرة كده وصلت مصطفى شلبي كان وقد حصل وقد حصل آه وقد حمدش أهل المرة بعض ووظفه في نفسه مركز تقيل نحن تلجع الشمال ووظفه أكتر من المرة بس أنت عندك خيارات هو بلان اي و بلان بي أنت ما عندك شي حاجة إحنا كان عندنا مثلا مشكلة إمام عشور لما اتوظف في الوينجي الشمال آآ كان آخر مرة كان لعب فيه وينجي لما كان في الزمالك لما كان في الزمالك ومش فاول ده أول مجيس الزمالك كمان بالضبط مش 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 لذلك كان المردود بتاعه مش أحصن كرايف طبعا كان ساجل جداً آآ القصة كلها أن هنا جميز بيعتمد بيعتمد أكتر على اللعيبة البولر أكتر إنهم اللعيبة الكويرة اللي يقدروا يدولوا استحواز وميزة الاستحواز هو جميز شايف إنه كل ما بتقدر تحرم الخصم النقرة كل ما أنت أفضليةك بتكون أكبر كل ما أنت فرصك في المكسب بتكون أكتر كل ما أنت نسبة الفرص بتاعتك بتكون كبيرة جداً أنا شايف إنه جميز عموماً واحد من الناس اللي بيقدروا حضره لمباراة الأهلي بشكل نفسي ممتاز جداً وبشكل فني فوق الممتاز إزاي بشكل فني فوق الممتاز ده بيحصل في قرية الراجل ماتشات التدخلات بتاعته في التلات ماتشات اللي هو العيب قدام الناد الأهلي كانت فوق الممتازة وكانت سريعة جدا وكان بيقدر يقرأ اللي في دماغ كلها بسرعة جدا